أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عزمه تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية عقب سقوط طائرة مسيرة في جازان جنوب السعودية وأكد التحالف في بيان له سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبود بجازان دون إصابات أو أضرار وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين ويتهم تحالف دعم الشرعية ميليشيا الحوثية الإيرانية باستخدام مطار صنعاء الدولي منطلقا لهجماته نحو السعودية بالطائرات المسيرة